دعونا نفترض أن لدي خطين متقاطعين لنسمي هذا المقطع A B ولدي مقطع آخر C D مقطع آخر C D فهذه C وهذه D ويتقاطعان هنا عند النقطة E لنقول أنه معطى لنا أن الزاوية هنا قياسها لا أدري ماذا وضعت بي بعيدا دعونا أشعل بي أقرب قليلا دعونا نقول سوف أكتبها بالأصفر دعونا نقول أننا نعرف أن قياس هذه الزاوية B E D لنقول أننا نعرف بأن قياسها سبعين درجة ما أريد أعمله بناء على المعلومات المتفرة لدي بدون استخدام المنقلة هو معرفة قياس الزاوية الأخرى في الرسم أي ما هو قياس الزاوية C E B وزاوية A E C وزاوية A E D إذن أول شيء يمكن ملاحظته عندما تنظر إلى الرسم فقد أخبرتكم أن هذا مقطع خطي وهذا مقطع خطي فإنك ترى الزاوية B E D والزاوية C E B C E B إنهما متجاورتان ونرى أيضا إذا أخذنا الأضلاع الخارجية لهذه الزاوية إنها تشكل زاوية مستقيمة ونرى أيضا أن الزاوية C E C E D هي زاوية مستقيمة إذن نحن نعلم أن هذه الزاوية يجب أن تكون متكاملتان حيث أنهما بجانب بعضهم على البعض وتشكلان زاوية مستقيمة عندما ننظر إلى أضلاعها الخارجية وهكذا نعرف أن الزاوية B E D والزاوية C E D متكاملتان مما يعني أن مجموعهما يساوي مئة وثمانين درجة متكاملتان زاويتان متكاملتان سبليمنتاري سبليمنتاري وهذا يعني أن قياس الزاوية ونرمز له بM B E D زائد قياس الزاوية C E B سأوصل كتابة قياس برمز M في بعض الأحيان ترى البعض يكتبها برمز الزاوية إذن B E D زائد C E B يساوي مئة وثمانين درجة نحن نعلم مسبقا أن قياس الزاوية B E D هو سبعين درجة نحن نعلم أن قياس هذا الشيء هنا سبعين درجة إذن سبعين درجة زائد قياس الزاوية C E B يساوي مئة وثمانين نطرح سبعين من الجانبين فنحصل على قياس الزاوية C E B يساوي مئة وعشر درجات أنا فقط قمت بطرح سبعين من الجانبين وهكذا اكتشفنا أن هذه الزاوية تساوي مئة وعشر درجات هذا ممتع أنا حللت المسألة بخطوات كثيرة يمكنك أحلها بأسرع أكثر إذا أرات يمكنك القول أن هذه الزاوية سبعين درجة ومجموعة هذه الزاوية وهذه الزاوية يجب أن يكون مئة وثمانين درجة فهذه إذن ستكون مئة وعشر درجة والآن سوف أستخدم نفس المنطق لمعرفة قياس الزاوية C E A الآن نهتم بقياس الزاوية C E A ونستطيع استخدام نفس المنطق الذي استخدمناه هنا الزاوية C E A والزاوية C E B متجاورتان فهما تشكلان زاوية مستقيمة إذا نظرنا لخارجهما فيجب أن يكون متكاملتين حتى تشكلان زاوية مستقيمة هنا إذن مجموعهما مئة وثمانين درجة إذن قياس الزاوية C E A زائد قياس الزاوية C E B وهو مئة وعشر درجة يجب أن نساوي مئة وثمانين درجة إذن مرة أخرى نطرح مئة وعشر من الجانبين فنحصل على قياس الزاوية C E A يساوي سبعين درجة إذن الزاوية هنا هي سبعين درجة أيضا ما سوف نتعلمه في الفيديو التالي أن هذا ليس مصادفة الزاوية الزاوية C E A والزاوية C E B في بعض الأحيان تسمى بزوايا متقابلة أنا أسميهم كذلك في أغلب المرات ولكن أصح أن نسميها الزوايا المتقابلة بالرأس نحن لم نقم بإثباتها ولكننا رأينا حالة خاصة هنا حيث تكون الزاوية المتقابلة بالرأس منتساوية ولكن الزاوية المتقابلة بالرأس هي دائما متساوية ولكننا لم نثبت ذلك في الحالة العامة دعوني أكتب ذلك الزاوية C E A والزاوية B E D متقابلتان بالرأس vertical ربما تقول لي بأنهما أفقيتان حيث أنهما بجانب عظيمة البعض والتقابل بالرأس يعني أنهما تتقطعان مع بعظيمة البعض الزاوية C E B والزاوية A E D هما أيضا متقابلتان بالرأس دعوني أكتب ذلك الزاوية C E B والزاوية A E D هما أيضا متقابلتان بالرأس هما أيضا متقابلتان بالرأس vertical لأنه حرفيا يعني أنا واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل أي أنهما يتقابلان بالرأس ولكن أيضا هذه الزاوية المتقابلة بشكل أفق هي أيضا متقابلة بالرأس والآن بقيت زاوية واحدة بحاجة للحل هي الزاوية A E D واتمادا على ما قلته لكم فإن الزاوية المتقابلة بالرأس يجب أن تكون دائما متساوية ولكننا لم نثبت ذلك حتى الآن فلا نستطيع استخدام هذه الخاصية لنقول أن هذه الزاوية قياسها 110 درجات لذا ما سوف نفعله أنه من الواضح أن C E A و A E D هما زاويتان متكاملتان أطلع ما خارجية تشكل زاوية مستقيمة فهما متكاملتان بوضوح لذلك فإن مجموع C E A و A E D يجب أن يكون 180 درجة أو نقول أن قياس الزاوية A E D زائد قياس الزاوية C E A يجب أن يساوي 180 درجة نحن نعلم أن قياس الزاوية C E A هو 70 درجة نطرح 70 من الجانبين فنحصل على قياس الزاوية A E D يساوي 110 درجات وهكذا حصلنا على نفس النتيجة المتوقعة إذا الزاوية هنا هي 110 درجات وهكذا إذا أخذت أي زاويتان متجاورتين سترى أن مجموعهما 180 درجة هذه وتلك مجموعهما 180 درجة هذه وتلك مجموعهما 180 درجة وإذا سرنا بالشكل كامل حول الدائرة سترى أن المجموعهما 360 درجة إذا 70 زائد 110 يساوي 180 زائد 70 يساوي 250 زائد 110 يساوي 360 سوف أترككم هنا حيث أننا للمرة الأولى وجدنا نتائج ممتعة باستخدام مجموعة الأدوات التي قمنا ببنائها في الفيديو التالي سوف نقوم باستخدام نفس المنطق ولكن باستخدام أرقام عامة وليس باستخدام قيمة محددة مثل 70 درجة لنثبت بأن أزوايا المتقابلة بالرأس قياسها متساوي سوف نقوم باستخدام